دشنت محافظة كفر الشيخ حملة مئة يوم صحة بحديقة صنعاء وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وإضافة إلى المستشفيات العامة والمركزية ووحدات طب الأسرة التي تقدم المبادرة الرئاسية الهدف من الحملة دي إن أنا بكسف المبادرات اللي أصلاً أطلقها فخامة الرئيس مبادرات مئة مليون صحة مبادرات الأطلال الكلوي المبادرات بتشمل خدمة جميع الفئات العمرية كبر السن الأطفال المرأة كمان بكسف خدمات تنظيم الأسرة إحنا موجودين هنا النهاردة في مبادرة مئة يوم صحة اللي بدأت تتشينها النهاردة بيكون توقيع الكشف الطبي على المتردد بيدخل يسجل بالرقم القومي بيأخذ تاريخ مرضي منه بعمله فحص شامل بعمله التحاليل سواء ضغط أو سكر أو مبادرة الاعتلال الكلوي العيادات المتطقلة موجودة بنقدم كل الخدمات الصحية عايزين نعرف الناس إن أي خدمة صحية همها محتاجها إحنا ممكن نوفرها له بكل السبل الممكنة أنا كنت معادي دخلت كشفت عليها سكر وضغط الحمد لله المقابلة جميلة جدا وإن شاء الله يعني أنا بحب أشكر السادة المحافظة بشكر السادة الرئيس على المجودات الرائعة في القطاع المجال الصحي ناس قبلوني مقابلة حلوة جدا مقابلة محترمة جيت إست ضغط إست سكر طبعا كل ده كان متوفر هنا جدا هي مبادرة حلوة جدا جاية في وقتها جدا وخصوصا لما تكون في قفل الشيخ فدي حاجة بتخدم البلد وأتمنى يبقى يبقى كل يوم مبادرة موجودة زي دي ترجمة نانسي قنقر